سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ما زدنا مع أول قصص في القرآن الكريم مع قصة خلق آدم عليه السلام إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يخلف بعضهم بعضا لأعمار الأرض وكان الله عز وجل قد أعلم الملائكة بعلمه التام أن هذه المخلوقات سوف يفسدون في الأرض ويريكون الدماء ظلما وعدوانا فقالت الملائكة يا ربنا علمنا وأرشدنا ما الحكمة من خلق هذه المخلوقات ونحن ننزهك عن كل صفات النقص ونمجدك بكل صفات الكمال وما فيه شك عندنا إن علم الملائكة هو جزء من علم الله فقال الله عز وجل إني أعلم ما لا تعلمون من المصلحة الراجحة من ذلك وعلشان بن فضل آدم عليه السلام للملائكة علمه الله عز وجل العليم ذو العلم التام أسماء الأشياء كلها وكان امتحان الله عز وجل للملائكة قال لهم أنبئوني وأعلموني بأسماء هؤلاء الأشياء إن كنتم أحقوا بالاستخلاف في الأرض من آدم عليه السلام وفي اللحظة دي تيقنت الملائكة من الحكمة من ذلك وعرفت إن علم المخلوق مهما على لا يرقى لعلم الخالق عز وجل ولأن الاعتراف بالحق فضيلة سرعت الملائكة واعترفوا بعجزهم التام عن معرفة أسماء هؤلاء الأشياء قالت الملائكة سبحانك ربنا ننزهك عن كل صفات النقص ونمجدك بكل صفات الكمال والجلال فليس لنا من العلم إلا ما علمتنا فضلا منك وجودا وتكرما فإنك أنت وحدك العليم أحاط بعلمه كل شيء فلا يغيب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات وأنت يا ربنا وحدك الحكيم الحكمة التامة في تدبير أمور شؤون الخلق في الحاضر والمستقبل كان السؤال من الله عز وجل أنبقوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وكان ممكن تكون الإجابة لا علم لنا بأسمائها لكن لكمال أدب الملائكة وعلمها بقدر الله عز وجل بدأت الإجابة بكلمة سبحانك لو جالك المدير في الشغل وقالك عملت اللي قلت لك عليه بتقوله إيه حضرتك عملت كل اللي أنت عايزه كلمة حضرتك هنا زي سبحانك ولله المثل الأعلى كلمة سبحانك اللي هي التسبيح أو سبحان الله وبحمده من أحب الكلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده ذنوبك كتير وتعباك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في يوم سبحان الله وبحمده مئة مرة خطت خطاياه وإن كانت مثل زبدي البحر وعلشان سبحان الله أصل من أصول التوحيد تلاقيها موجودة في أركان كتير من الصلاة زي الركوع والسجود وليل اللي يعرف معنى كلمة سبحان الله سبحان الله فيها تنزيه لله عز وجل عن كل نقص وعن كل سوء وفي نفس الوقت فيها تمجيد لله عز وجل بكل صفات الكمال والجلال كل علم في الكون مصدره الأول هو علم الله عز وجل فالله عز وجل هو المعلم الأول للكون ولأن الله أعلم فمن العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم قالت الملائكة لا علم لنا إلا ما علمتنا ده في تواضع للملائكة ونفي العلم التام عن الملائكة وإثبات لله عز وجل إنك أنت العليم الحكيم لماذا العليم الحكيم وليست الحكيم العليم ياريت نفتح كلنا المصخف ونشوف سياق الآيات الكريمة شوف حضرتك الآية رقم 30 قال إني أعلم ما لا تعلمون والآية 31 وعلم آدم الأسماء كلها أما بقى الآية 32 فكلها عن العلم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا فكان طبيعي يجي العليم قبل الحكيم جزاكم الله خيرا ترجمة نانسي قنقر